بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل اصحابنا ومتابعينا الاحباء في البداية هتنسونيش ان شاء الله في اللايك احباب ولو في تعليق ولا شيء ان شاء الله يدعم الفيديو ان شاء الله النهاردة نقدمكم مقطع مويز جدا للغرفة نوم مودرن طبعا الغرفة هنبدأ بالكوميليونو طبعا القرص عاملينها ازاز مرسوم كومبيوتر طبعا الازاز نطبع عليه الرخام كل اشكال الرخام تقريبا نطبعها الحمدلله على الازاز بحيث ناخد لمعة الازاز والنعمة واشكال الرخام طبعا الغرفة جميلة جدا ده تسريحة هين طبعا التسريحة نظام برواز ودرجين كبار وخوارنق طبعا الازاز شايفينه رائع جدا مفيش رائع مطباط ولا اي كركبة خالص طبعا بنعمل الازاز درجة أولى إن شاء الله طبعا فيه جريش وفيه اللي هو المتحدة طبعا الازاز بقيت وأنه كتير ما عادش زي زمان يعني فيه انواة كتير وقت كويسة جدا طبعا على رقصها جريش طبعا والمتحدة طبعا الازازازة طبعا من الداخل عمليونه الأكيب عشان يبقى سهل التنظيف والمسح طبعا الازسيل طبعا بدي شكل جميل جدا للغرفة وبيخلي منظرها جميل ده الازازة عن قرب الدولاب بقى معمول 3 متر اللى ربع فاحنا مقسمينه ضلفتين يعني هو الدولاب كبير بس احنا قسمينه ضلفتين علشان ياخد نفس الشكل الازتايل او الدزاين متاع الغرفة نازلة بيه فطبعا احنا عملنا الدولاب ضلفتين كبار ورجعنا بقى قسمنا الدولاب من الداخل قسمناها رفاف صغيرة طبعا عشان التطبيق وتطبيق اليدون تبقى سهلة يعني فقسمنا كل ضلفة جزئين يعني رجعنا قسمنا كل ضلفة جزئين هنفرقكم هوات حالا ده الضلفة اليمينة هي مقسمة 2 تمام طبعا الاربع ترفاف غير الارضية ورفف اليمين مع الشمع والناحية برضو التانية شرحوا برضو يعني مقسمة برضو اثنين طبعا برضو نفس التأسيم طبعا قلب الدولاب برضو من الداخل مدهون لك ايه علشان برضو التنظيف والمسح وكل اشياء برضو يبقى نظيف معك طبعا هي الضلفة يعني القفل والفتحة عسائل بس هي ضلفة كبيرة يعني فتقيلة طبعا تخيلوا طبعا ضلفة باكبر من باب الشقة يعني اكبر من باب الشقة مرة ونصف فطبعا هو ماشي على العجل فبتوقتي يعني ده الاستيلة الاستيل طبعا تفسير برضو ظاهرة بيدي شكل جميل جدا طبعا مع الفرنطون الدهبي وطبعا برضو الكابوتينية حطنا فيه زراير يعني زراعنا فيه زراير برضو فد علشان تظهر الشكل اكتر مع الكابوتينية طبعا بصراحة هذه الغرفة من اجمل الغرف يعني وغدة الجديدة والقديم مع بعض يعني وغدة الحداثة والمودرن يعني مع الفرم والاهم فطبعا وغدة جميلة يعني مختلطة مع بعضها وطبعا حراكو شايفين الاستيلوان طبعا تقسيم الاستيل جميل جدا 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 بالطول وبالعرض طبعا ده الدولاب ممكن تعمله شكلين يعني كنا كنا نعملنا في الصورة الاولانية الاقيمة على اليمين والوقت جبناها على الشمال فانت ممكن تقسيم الدولاب زب انت اعايز يعني ممكن تقمع الغرفة تجيب الاقييمة امين او الشمال طبعا ده الطقسيم الداخلي ادلو Var فانت الغرف في الغرفة تعكسها عندما انت عايز يعني ممكن تتجيب الاقييمة امين طبعا نبع انا هتحمك لكم داخل التفرقو عليها ولو فأي شيء استفسار او اي تعليق طبعا ان شاء الله برد عليكم ويريد تقول لي ايه رأيكم في الشكل جديد وهل غرفة جميلة ولا معتادة ايه بالزبط يريد تكتب لي في تعليقاته انا منتظر تعليقكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة